موسيقى محدش فينا ما تعرضش او مش معرض ان موبايله او اللابتوب بتاعه يتسرق سواء الجهاز بتاع غالي او رخيص حياتنا كلها شبه بقت على الاجهزة دي بقت الداة اللي عليهم سواء صور او رسائل او open source files بالنسبة للديزاينرز والديفولوبرز ملهاش تمن ولسوق الحظ مبقتش دي الطريقة الوحيدة لسرقة الداة ان الجهاز نفسه يتسرق منك اول حاجة لازم تعرفها هو ان اسطورة ان شركات هي اللي بتعمل الفيروسات عشان تبع لك برامجها هي فكرة غلط تماما خلينا متفقين اولا ان مش من اساليب الدعاية لشركات التأمين انها تخبط لك عربيتك مثلا عشان تروح تتعامل معاهم غير ان شركات بتكون مشغولة طول الوقت عشان تكتشف الفيروسات الجديدة وتقومها مش هيعمل الفيروس مخصوص عشان فولدر الصور العائلية اللي عندك في حين ان الانترنت مليان بالصور العائلية بمختلف الريزيولوشنز يكفيك بس ان في سنة الفين وسبعتاشر ظهر تمانية مليون نوع جديد من المالويرز واحد يقول لي يا عام الكلام اللي انت بتقوله ده هو مش كان فيروس وبس للأسف هقولك ان ثقافة السكيوريتي في الوطن العربي مش قوية وده اللي خلى الناس تتعامل مع مصطلح الفيروس كمصطلح عام لكل ما يمكن ان يضر جهازك الكلام ده طبعا غلط وده لان الفيروس هو واحد من انواع كتير جدا من المالويرز او المالويرز بالعربي البرامج الخبيثة وده عبارة عن اي برمجية بتضر جهازك باي شكل سواء يبطقه يمسح داتا يختارك داتا يخسره تلاتا المالوير ده بيتعمل عن طريق الهاكرز والهاكر هو اي شخص عنده قدر معين من العلم والمعرفة اللي بتخليه يقدر يعمل برمجيات مهمتها بتختارك وسائل الحماية سواء على اجهزة البي سي او الموبايل او الشبكات عشان تنفذ اوامر معينة يعني مش شركات السيكوريتي اللي بتصنع الانتي فيروس والانترنت سيكوريتي زي ما الناس فاكرة هي اللي بتعمل المالويرز في الواقع الهاكرز انواع فيه الوايت هات هكر والجري هات هكر والبلاك هات هكر الالوان دي بتختلف على حسب الاخلاقيات بتاعتهم مش على حسب ان كانت الدنيا شطة او صيف ونتكلم عن انواع الهاكرز دي في حلقة تانية عشان نديهم حقهم في الشرح وازاي تكون واحد منهم للمالويرز انواع كتير منها الفيروسات ودي بتكون اكواة خبيثة ممكن توصلك عن طريق الفلاشات او الانترنت وبتعمل مهام معينة زي فيروس البوت سيكتور اللي بيدرب الماستر بوت ريكورد وممكن يسبب ان الجهاز ما يقومش نهائك وهتضطر ساعتها ان تعمل فورمات عشان بس تتخلص منه وفي فيروس تاني شهير جدا وبسببه اتقطعت علاقات كتير وهو فيروس الشورتكات وده اللي بتنقلك عن طريق فلاشة صاحبك اللي كانت مع صاحب صاحب صاحبك اللي كانت مع صاحب 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 صاحبك المهم انه في الاخر بتجيلك وبيعمل شورتكات لكل الفايلات اللي على الفلاشة وبيغفل ملفات الاساسية وما بيتشالش غير بالطابل البلدي او انك تنفذ مجموعة اوامر عن طريق الكوماند برومت اما ثاني نوع من انواع المالوير وهو الادوير وضع بارة عن برمقية غرضها الاول والاخير ربحي بتظهر لك اعلانات غزبة عنك سواء على البي سي عن طريق البراوزر او في النظام نفسه بل واحيانا كمان بتانفكت الدي ان اس يعني لو جهازك كان نضيف تماما فانت هتكون معرض للاعلانات دي لو مش بتستخدم برنامج انترنت سيكورتي وكمان في الموبايل وبتكون اعلانات بباب برضو ممكن يكون الضرر المباشر من الاعلانات دي ربحي ان هي تضايقك وتزعجك وممكن مثلا تخرجك من جيم باب جي وانت عامل خماناشر كله بس مش دي المشكلة المشكلة الحقيقة لو الاعلانات دي كانت عبارة عن مواقع فيها خاصية داو اللود لحاجة مثلا حسان تروادا او تروجان هورس المالوير دا اتسمى على اسم حسان تروادا بتاع فيلم تروي اللي استخدمونه في الحرب بين الاسبارتيين وبراد بيتل واحده واللي هيعمله تروجان هورس في جهازك زي اللي عملوا تروجان هورس في الحرب بالزرق هيفتح مدخل الجهازك يسمح للهاكرز انه ان يوصلوا لكل حاجة فيه سواء انهم يتحكموا فيه بالكامل عن طريق البانك دور تروجان او انهم يسرقوا حسابتك البنكية وكمان يوهموك انك بتكلم البنك بتاعك في اليتشاد بوكس وانت في الحقيقة بتكلمهم هم وبتديهم كل بياناتك عن طريق البانكينج تروجان يا اسكى اخواتنا اما اخر نوع من انواع المالورز اللي نتكلم عنها النهاردة هي الرانسموير الكارثة اللي ظهرت في السنين الاخيرة واللي بتستغل ثغرة الاترنال بلو اللي موجودة في انظمة ويندوز الرانسموير او برمجية الفيديا ببساطة شديدة جدا مهمتها الوحيدة هي انها تبتزك عشان تدفع فلوس للهكر اللي عملها عشان يفكلك تشفير الفايلات اللي شفرها وانه غالبا بتكون كل الفايلات بتاعت الجهاز بتاعتك بما فيها فايلات الويندوز عشان توقف لك الجهاز والفايلات الخاصة بيك اول رانسموير ظهر في سنة 1989 واستمر في الظهور كل سنة باصابة كام الف جهاز لغاية ما انتشر بشكل كبير جدا في السنين الاخيرة وتحديدا في 2017 انواع رانسموير كتير منها وانا كراي واللي يعتبر من الاجيال الاولى من الرانسموير وكان بيشفر الملفات عن طريق بروتوكول سيربر ماسج بلوك او اس ام بي وده بيشفر الفايلات اللي على الهارد مع وجود فرص لانك تفك التشفير بنفسك وطبعا بصعوبة جدا اما البيتيا رانسموير فدمج بيديك فرصة لانه بيشفر الام بي ار او الماستر بوت ريكورد وساعتها مش هيكون قدامك يا معلم خير حل واحد تكسر البلاطة وتقع انواع المالورز والمخاطر اللي ممكن تتعرض لها الداتا بتاعتك مبتمتهيش ومش هي دي الانواع الوحيدة فيه انواع كتير عشان نتكلم عنها ولينا تحت في التعليقات وعلى ذكر الرانسموير على حسب ما دورت شركة اي ست المالك لبرنامج نود 32 اللي اكيد استخدمته في وقت من الاوقات تعتبر واحدة من الشركات الاييلة جدا اللي ما تمش اصابة الشركات اللي بتستخدم منتجاتها بالرانسموير اي ست بتقدم لك تلات انواع من برامج الحماية الانتي فيروس واللي بيحمي جهازك من المالورز ومحاولات الاختراف وده النوع العادي واللي المعظم بيلجأ له والنوع التاني الانترنت سيكوريتي اللي بيحميك من المالورز وكمان بيقدم لك مميزات لحمايتك وانت بتقلب في الانترنت وده الناس بتخاف منه لان الحماية بتاعته بتكون مفرطة شويتين فبيعتقدوا انه بيسحب كتير من موارد الجهاز ممكن يقلن من اداءه وانت شغال عليه فده هنشوف قصتها بعدين اما النوع التالت فده الاسمارت سيكوريتي وبيتفوق على النوعين اللي فاتوا في ميزة الباسورد ريفل وبيعمل تشفير للصور اللي عندك بحيث انك تكون الوحيد اللي قادر انه يشوفها برنامج اي سيت انترنت سيكوريتي فيه ميزة مهمة جدا اسمها ودي بتحميك وبتمنعك من دخول اي مواقع معمولة عشان تسرق بياناتك عن طريق البراوزر زي موقع صراحة الفيك اللي ظهر لفترة وبسببه اتسرقت اكاونتات فيسبوك كتير جدا وبمناسبة الفيسبوك شركة اي سيت لها تواجد ببيتج باسم اي سيت ماستطيعدر طبع كل اخبارهم من هناك لو مهتم بكل جديد من برامج الشركة المهم ان ده ينقلنا لنقطة مهمة جدا وهو اعتقاد الناس ان الانتي فيروس او الانترنت سيكوريتي بيستهلك كتير من موارد الجهاز عشان ابين صحة المعتقد ده ولا لأ انا استخدمت جهاز هتظهر لك مواصفاته حالا واستخدمت الانترنت سيكوريتي بما انه الاقوى في الحماية وصاحب اكتر مميزات مكرنة بالانتي فيروس والنتيجة كانت ان البرنامج بيعمل اسكان على الجهاز اللي هو من المفترض الحاجة اللي بتقتل اي جهاز شغاله وبتخليك تسيب الجهاز وتقوم البرنامج مسحبش اكتر من 41 ميجا من الرامات وده قلب كتير من جوجل كروم لو فاتح فيه بس خمس تبات وحوالي نسبة تقدر ب30% من اداء البروسيسور ودي نسبة مش مضرة خالص باداء الجهاز لان النتائج في النهاية كانت مرضية جدا سواء لو بتلعب او لو بتشتغل على الجهاز وطبعا انت ما بتعملش اسكان وقت اللعبة بس الفكرة اللي عاوزة وضحها حتى لو هو بيعمل اسكان انت مش مضرور بنسبة كبيرة جدا على عكس برامج تانية بتشل الجهاز بالكامل وهي بس شغالة في الباكجراوند فلو بتلعب انت عندك option game mode بيحمي الجهاز وانت قاعد بتلعب وفي نفس الوقت ما بيسحبش كتير من موارد الجهاز فمن مجرد ما بتفعل الابشن حتى لو بتعمل اسكان في الباكجراوند استهلاكه للبروسيسور بيقل جدا كأنه مش شغال فبرنامج E6 على حسب النتائج وعلى حسب الاستهلاك اللي شفناه بينهي تماما وبيدمر معتقد ان الانترنت سيكورتي بيبطأ الجهاز ده حتى على الموبايلات نفس الموضوع البرنامج وهو اكتف بيستهلج موارد تاكات تكون معدومة والموبايل اللي كنت شغال عليه قديم نسبيا وده ينقلنا لنقطة في غاية الاهمية خدمة حماية متعددة او ما يعرف بE6 Multi-Device Security ودي عبارة عن اكاونت بتعمله على موقع E6 لاي عدد من الاجهزة وبيحميك مثلا من مخاطر زي السرقة اللي بتعمله بعد كده انك بتحط اللايسين انت شريها وبتاكتفها عن طريق الميل اللي انت حطه في البورتال وتقدر بعد كده تنزل البرنامج اللي انت محتاجه للويندوز سواء كان انتي فيروس او انترنت سيكورتي وتنزل البرنامج اللي انت اختارته وتاكتفه بالاكاونت اللي انت شريه بالنسبة بقى لمخاطر السرقة المالتي ديفايس بيديك قدرة على انك تضيف موبايل اللي بتضرب اجهزة الاندرويد الى جانب الانتي ثيفت ودي ميزة صائعة جدا وخلينا اقول لك ليه في الفترة الاخيرة معظم سرقات الموبايل اللي حصلت كانت بالسيناريو التالي انت واقف عادي جدا فامان الله بتطلع التلفون بتاعك بتاتصل بحد بتكلم حد بتقرأ ايميل شغل بترد على صاحبك على الواتساب بتطلب اوبر او كريم وهوب يعدي واحد اقل ما يقال عليه عال على المجتمع يشد الموبايل من ايدك ويجري بالموتساكل او العربية احيانا الموضوع اكيد كلنا اتعرضنالو او حد من اقرب الناس لنا اتعرضله ومش لازم الطريقة دي ممكن وانت بتشتري حاجة قاعد في المواصلات واقف في المواصلات المهم انك بتزعل على الموبايل عشان الموبايل نفسه اللي هو انا ليه اتعب وانت تيجي تاخد الحاجة على الجاهز وبتزعل اكتر على الداتا اللي عليه اللي ممكن تكون شخصية جدا وشخص مريض يستخدمها عشان يبتزك بيها وده الرانسوموير بتاع الباني ادمية من ضمن الباكتج بتاعت المالتي دي بايس تقدر تخليك تديه اندرويد دي بايس وعن طريق ميزة الانتي سفت اللي موجودة في اكاونت ماي اي ست بتاكتف البرنامج بنفس طريقة الاكتف اللي بتعملها في الانترنت سيكوريتي على البي سي بتاعت في البداية انت بتفعل الاكاونت وبتدي للبرنامج معينة على شوية حاجات منها اللوكيشن واللوك سكرين والكاميرا وهقولك ليه الكاميرا بعدين وبعد ما اتفعل المزايا دي بيبقى خلاص تليفونك اتربط بالاكاونت بتاعك مجرد ما التليفون يتسرق وتعرف حاجة زي كده بتبلغ عن طريق الاكاونت ان التليفون تسرق طبعا عشان الاكاونت يسمع لازم التليفون يكون متصل بالانترنت واول ما بيلقوا التليفونك على الشبكة مرة تانية اللي بيحصل انه بيطلع الرسالة دي ويجمد التليفون ومحدش يقدر يقفل التليفون حتى لانه كمان بيعطل زرار الباور وزي ما انت شايف تلاتة اربع التليفونات حاليا البطارية بتكون التاتشت بعدها بيحدد لك مكان التليفون تقدر بقى وقتها تشغل سريل نموزعجة ما تتقفلش الا لما انت تقول او تدخل الاكاونت بتاعك ويبقى انت كده حاميت الداتا اللي موجودة على الجهاز وحولت التليفون لحتة حديدة ملهاش اي لازمة واحد يقول لي لو الموبايل مش عليه رصيد ولا توصل بواي فاي الاابليكيشن هيبقى بيس وقشطى وخديه حرامي جبتلك موبايل جديد لا في ميزة تانية ضمن الانتي سيفت اسمها سيم لك ودي بتخلي الموبايل يتقفل بلوك اضافي مجرد ما اللي سرقه يغير الشريحة اللي موجودة فيه طبعا اسمع واحد تاني يقول لي موضوع الانتي سيفت ده موجود من زمن ايه الجديد اللي انا هستفيده لما اشتري البرنامج البرنامج فيه حركة صائعة جدا انا قلتلك من شوية انك بتديله برميشن على اللوك سكرين واللوكيشن والكاميرا طبعا احنا شايفين التطور بتاع كاميرات الموبايل رايح لحد فين اللي بيحصل بالزبط انك مجرد ما بيبلغ ان الموبايل تسرق بيبدأ يشغل الكاميرتي الخلفية والامامية بالخلفية هيصور الاماكن اللي حواليه الامامية هيصور سحنة البيه اللي نتش التليفون ويبقى كده انت معاك المكان والصورة وتفضل قدم بيهم بلاغ انا شايف ان البرنامج بيقدم فكرة كويسة وفكرة خارج الصندوق شوية بس لو التليفون متصل بالانترنت غير كده البرنامج مالوش سيطرة لو الحرامي زكي حبتين ودخل على وفرمت التليفون البرنامج للأسف مالوش اي تلاتين لازمة كنت اتمنى ان البرنامج يكون ليه سيطرة اكبر على الاي اي ام اي بتاع التليفون ويينجيكت نفسه كبرنامج من برامج السيستم بالتالي حتى لو الحرامي عمل ريسات للتليفون يبقى لازل البرنامج سيطرة على الجهاز في الاخير اللي عاوزك تعرفه من الحلقة دي شوية حاجة خد بالك من تليفونك قوي خد بالك من قعدتك على النت خد بالك من الفلاشات اللي عمال توصلها على جهازك خد بالك من البرامج الكراك اللي عمال على بطال بتنزلها لان بنسبة كبيرة جدا المالوير وبالتحديد الرانسموير مصدره الكراك والاهم انك تستخدم الحلول اللي موجودة ومش لازم اللينكات اللي مكتوب عليها قبل الحزف شايف فضيحة كزا شايف مش عارف ايه تدوس عليها والاهم من ده كله وانك تعمل سبسكرايب لقناة عرب هارد وير ولايك لو حلقتنا عجبتك واسب لنا رأيك تحت في التعليقات في ايه حابب تشوفوا على القناة من الحلقات اللي جاية طبعا قبل الحزف والاهم من ده كله تستنى عشان اكيد في حلقة جاية اشتركوا في القناة